الاهالي هورجب وعرب جبور دا يهتهمون الحكومة العراقية وخاصة وزارة الإسكان بالاستيلاء على بعض من أراضيهم الاهالي طلعوا دا يقولوا نحن عام 1988 الحكومة سوت محرم 130 طبعا بنوا وقعدوا بمناطقهم بعد ما اجل قرار محرم أيضا 260 قابلهم قرار الوزير وقال هي 260 راح تكون مجمعات سكنية يعني بالفعل اللي عدهم وثائق وأثناء تظاهراتهم قالوا نموت بقعنا وما حد يطلعنا من عدهم إذا هم عدهم وثائق صار لهم سنين احنا ما نقول اوكي يعني سيد رئيس الوزراء بالضبط حذر المواطنين من جرار لشراء الأراضي الزراعية على طريق دورة يوسفية وقال هاي المتاجرة بها بالأراضي هو التجاوز على القانون الأراضي المملوكة للدولة ولا يجوز بيعها أو استثمارها احنا من بدينا بدينا ذا نعمر الشيخ علي جاهز الشيخ علي اسمعني نعم اسمعت اسمعت ستوزان حياك الله من جديد اريد اذكر اليوم الاحالي يعني رادوا يطلعون اكثر من مرة وطلعوا لكن اليوم هور رجب وعرب جبور ديت تغمون الحكومة بمحاولة الاستيلاء على بعض من أراضيهم وحجيت اني هو عام 1982 الحكومة سوت محرماتها 130 الناس بدت بيها وقعدت لما اجل القرار 260 من الوزير قال هايا راح تكون مجمعات سكنية انتو عدكم وثائق شفناها واثناء تظاهراتكم القصة شنو بالضبط حتى يفتهمها ورسالتك ايضا اليوم تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر القناة التغيير على وصول الصوت الى ومناشدات الى دولة رئيس الوزراء المحترم على موضوع السريع الكيلو القرار الجديد اللي نزل وزير الاسكان بحق هاي الناس تقريبا بحدود الاربعة عشر العفو مية واربعين الف عائلة هذا القرار والمحرمات مال السريع حنا 130 متر وقمنا دعاوي بالمحكمة العراقية وكسبنا القضية وصارت ثلاث مرافعات ثلاث محاكم وكسبنا القضية بين يصير 75 اليمين و75 على اليسار يعني كل المجموع يصير 150 تفاجئنا اليوم قرار سيد وزير الاسكان بيوم اللي التقى مع دولة رئيس الوزراء بافتتاح الجسر غزة واني فاجئنا ان كيلو يمين وكيلو يسار كيلو يمين وكيلو يسار انت تجي تاخذ قياعين ناس عن ابو جد يعني آلاف السنين هاي قياعين انت هس عانا تجي تاخذها على شنو تجي تاخذها والله انا اريد اسويكم مشاريع استثمارية ما نريد مشاريع استثمارية احنا نريد قاعنا هاي قاعنا عن ابو جد موجودة من زمان زين انت تجي هسه تشرد 140 ألف عائلة طيب فاحنا اليوم الناشد دولة رئيس الوزراء التدخل فورا بهذا الامر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة